أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة وقد جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت حيث تطرق الاجتماع أيضا لاستعراض الفرص الوعيد لتطوير سياحة اليخوت في مصر واخرال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل بهدف العمل على تسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها